تحقيق تنمية المستدامة وقد تشهد هذه النسبة تزايدا مستمرا في السنوات المقبلة ومن أجل ذلك واكبت مملكة البحرين متغيرات عصرنا الحاضر عبر تطوير المدن وجعلها أكثر ملاءمة وحداثة إذ تولي المملكة أهمية كبرى في تحقيق غايات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخصوصا الهدف الحادي عشر الذي أكدت فيه الأمم المتحدة على ضرورة جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة ومع تعزيز شراكة الجهات الحكومية مع القطاع الخاص زادت وطيرة توفير الاحتياجات الإسكانية والخدمية للمواطنين مما كان له بلغ الأثر في تحقيق نقلة نوعية والسير ضمن التوجيهات السامية لجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وشرعت الجهات الحكومية وعلى رأسهم وزارة الإسكان في بناء مدن البحرين الجديدة كمدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة ما يرسخ ذلك منهجية العمل الحكومي بشأن تحسين جودة معيشة المواطنين من خلال بناء مجتمعات عمرانية جديدة توفر السكن الملائم والخدمات والمرافق اللازمة كل هذه الإنجازات نالت استحسان دول العالم لما وصلت إليه البحرين وجعلتها نموذجا حضاريا هاما يحتذا به فالبحرين تعد من الدول الرائدة في مجال استخدام التقنيات الحديثة مع التركيز على توظيف تلك التقنيات في دعم الخدمات المباشرة المقدمة للمواطنين بما يكفل سهولة الوصول إليها من خلال الحرص على توفير بيئة رقمية بالمجتمعات العمرانية الحديثة